من كنوز أدعية الصالحين دعاء الإمام الكبير الأوزاعي أحد كبار علماء المسلمين كان بيدعي بيقول اللهم اغفر لي ما تبت عنه ثم عدت إليه واغفر لي ما وعدتك من نفسي ولم أوفي لك به واغفر لي ما تقويت من نعمتك على معصيتك واغفر لي يا عالم الغيب والشهادة كل سيئة في ظلام الليل وضوء النهار سرا كانت أم جهرا عمدا كانت أم خطأا برحمتك يا أرحم الراحمين الحقيقة أن الرجوع إلى الله والتوبة زي ما يكون فن فن الاعتذار فن الخضوع والرجوع لصاحب النعمة بعدما عصيناه وكل واحد لي حال مع ربنا بيترجم في كلام طالع من قلب صادق فالإمام الأوزاعي بيبدأ دعوته اللهم اغفر لي ما تبت عنه ثم عدت إليه لما توعد حد كبير الوعد هنا بيبقى أتقل لأن فيه احترام الوعد وفيه احترام الكبير فلما أتوب من ذنب عملته في حق ربي وبعدين أرجع له تاني كأني توبت فدقت لذة الرجوع وبعدين لذة الذنب خدتني من لذة القربة من ربنا وكأني أحس بضعف الجرم بتاعي ربنا بيغفر مهما الإنسان تاب ثم عاد ثم تاب بصدق ثم عاد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا وملأ لبنا بالرجاء في ربنا أن كل مرة هيغفر سبحانه وتعالى مدام كل مرة بتتوب بصدق لربنا فبيقوله سامحني على كل ذنب دقت لذة الفرار منه وحضرتك حررتني منه يا رب ورجعت له تاني اللهم اغفر لي ما توبت عنه ثم عدت إليه واغفر لي ما وعدتك من نفسي ولم أوفي لك به إنسان ساعات يوعد ربنا سبحانه وتعالى بعد مثلا ما يجرب يقرأ القرآن فيحس الطعم جميل من الوصل مع ربنا يوعد أنه مش هيعد يوم إن لو يفتح القرآن صفحة ولا صفحتين ولا أكتر ساعات تجذب وبعد ما تخلص الكذبة كده اللي طلعتك من ورطة مع البشر تبقى بتكره نفسك وحاس أنك صغير أو أنك كذبت وربنا يعلم الحقيقة بس كان قيمة البشر في لحظة الكذب أكبر من الخوف من ربنا فتوعد ربنا أنك ما تجذبش وتعدي الأيام وبعد الوعد ده يجذب تاني وبعد الوعد ده يفوت أيام من غير القرآن تاني وبعد الوعد ده وكأن فيه شيء كده أضعفه والأيام نسته نفس لحظة القوة والقرب اللي وعد به فيقول له سمحني سمحني على الضعف مع الأيام ده واغفر لي ما وعدتك من نفسي ولم أوفي لك به واغفر لي ما تقويت من نعمتك على معاصيك لو أنت جبت لي هدية وأنا أذيتك بها بيسموني ناكر للجميل نكران الجميل ده لا يقبله حبيب ولا يقبله مدير ولا يقبله صديق وغالبا نكران الجميل ده هو الخطيئة اللي بتفرق ما بين الأحب وفيها نوع من الغدر كده فبقول له يا رب طب أنا ما فيش معصية عملتها إلا بنعمتك حال نحن هو الإباحية اللي بتتشاف دي ما بتتشاف بالعين اللي الإنسان ما يستحملش أنه يفقدها ساعة من يومه لذة الغيبة والاستمتاع للأسرار وكشف العورات ما هي بودن الإنسان ما يستحملش يتألم فيها عشان كده يا منعم ربنا سبحانه وتعالى أبقاها رغم عدم استحقاق صاحبها فبيقول له معلش اغفر لي ما تقويت من نعمتك على معصيتك وعلى فكرة أغلب المعاصي بتعصى بنعمة الأمان والإحساس بستر ربنا عشان كده ربنا يقول للإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يعني عشان هو كريم تتخدع وتبقى جريء عليه ثم قال واغفر لي يا عالم الغيب والشهادة الغيب اللي الناس ما تعرفوش والشهادة اللي الناس شافته كل سيئة في ظلام الليل وضوء النهار سراً كانت أم جهراً عمداً أم خطأاً سامحني على كل سيئة اتكسفت من الناس فلما بقيت لوحدي وانت مطالع علي عملتها وكانت بالليل في الوقت اللي حضرتك بتقول فيه هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له بس المهم ما حد شايفني فابقى جريء وليس هناك عين تنظر لي إلا عين الملك سبحانه وتعالى لشان كده كان يقول له أوصني فكان يقول له لا تجعل الله أهون الناظرين إليك وكأنه وكأنه بيقول له أنا آسف إن استحيت من الناس وفي اللحظات معينة كان الأولى أستحي من نظرك فبيقول واغفر لي يا عالم الغيب والشهادة كل سيئة في ظلام الليل وضوء النهار سرا أم جهرا عمدا يعني كنت عملا خطط للغلط ده وفكر وكل ما روحي تقول لي لا ما تعصيش ربنا ونفسي اللوامة ضميري يصرخ أقول له اسكت وكمل تخطيط عمدا كانت أو خطأا يعني زللت اتعرض الغلط علي شهويت ضعفة غلط وفقت بعد ما غلط زلل بيسموه اغفرها لي يا رب ثم ختم الدعاء الجميل برحمتك يا أرحم الراحمين لا بذل ولا بافتقاري ولا بإحساني ولا بعبادتي إنما برحمتك الحقني وقبلني برحمتك اللهم اغفر لي ما تبت عنه ثم عدت إليه واغفر لي ما وعدتك من نفسي ولم أوفّي لك به واغفر لي ما تقويت من نعمتك على معصيك واغفر لي يا عالم الغيب والشهادة كل سيئة في ظلام كل سيئة في ظلام الليل وضوء النهار سرا كانت أم جهرا عمداً كانت أم خطأاً برحمتك يا أرحم الراحمين ده كان دعاء الإمام الأوزاعي اللي جميل للواحد يتخلق بأخلاقهم ويكون لي حال ودعاءه وكمان مع الله يطلع من صميم قلبه ترجمة نانسي قنقر